موسيقى نحن في التضام الجامعين المغربي كجمعية عريقة يرجع تأسيسها إلى سنة 1934 على عهد الفرنسيين وتسلمها المغاربة سنة 1960 والهدف الأساسي لهذه الجامعية هي الدفاع عن أعضاء الأسرة التعليمية عن كرامتهم عن وضعهم الاعتباري داخل المجتمع وبالتالي فإن التعاضد هو الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الهدف التضام الجامعي المغربي خلال ستة عقود يشتغل أولا على تكوين الأساتدة من ناحية القانونية ثانيا أنه يعمل على حمايتهم من المخاطر المهنة ومن الاعتداءات ومن كل ما قد يمس كرامتهم من الأدوار التي نقدمها هي الاستشارة القانونية فيما يتعلق بشؤونهم وممارساتهم حتى لا يكون ضحية للأخطاء الإدارية وبالتالي من جهة أخرى أننا نعمل على تركيز ثقافة الحقي والواجب باعتبار أن التعليم ليس منصبا وليس درجتان ولكنه رسالة رسالة هي رسالة العسل والأنبياء رسالة تكوين الأجيال رسالة تكوين العقول رسالة التربية العمل على تكوين المواطنين الصالحين إذن هذا الجانب للدور الذي يقوم به الخدمات التي يقدمها التضام الجامعي لأعضائه الجانب الثاني لا نكتفي بهذه الخدمات ولكننا نعتبر أن الدفاع عن مدرسة عمومية حداثية ديمقراطية هو هدف استراتيجي لنا أكثر من الخدمات التي نقدمها لأعضائنا ذلك أن المدرسة منذ الاستقلال كانت رافعة اقتصادية واجتماعية لفئات واسعة من أبناء الشعب المغربي الآن العالم كله والتطورات التي تقع فيه يتجه إلى المدرسة المدرسة هي المنطلق لكل إصلاح المدرسة هي رافعة هي الأساسية للتنمية المستديمة هي لتكويل الإجيال وتاني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا التي تحصل في العالم كان من المفعود أن نعقد هذا المؤتمر في سنة 2020 إلا أنه بسبب ضعوف الجائحة تأخرنا لأنه كان لابد أن نجري انتخابات لواحد وتمانين مكتباً إقليمياً التي تشكل البنية التنظيمية لتضامن الجامع المغربي إذن هذه الانتخابات تطلبت مننا وقتاً تأخرنا ولكن سنعقد مؤتمرنا يوم 21 و22 يونيو في مدينة بوزنيقة تحت الشعار متضامنون من أجل كرامة أسرة التعليم ومدرسة عمومية ديمقراطية حداثية هذا هو الشعار دينا فنحن متضامنون من أجل كرامة الأساتذة متضامنون من أجل المدرسة ولكن ليست أي درسة إنما هي مدرسة التي تضمن المساواة وتضمن الكرامة وتضمن تكوين المواطنين الصالحين إذن سيكون المؤتمر مناسبة لدراسة الأوضاع الهيئة التعليمية المشاكل المطروحة وما أكثرها المشاكل التعليمية مشاكل متجددة ولا أدل على ذلك من الإصلاحات المتكررة التي تقدمت بها الإدارة والدولة ولكن هذه الإصلاحات كانت دائما تحتاج إلى إصلاح آخر السبب أنها لم يكن الإصلاح مرتبط برؤية استراتيجية لإصلاح الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي داخل المغرب ومع ذلك فإننا نحن باعتبارنا جمعية كقوة اقتراحية حاضرون دائما مساهمة من أجل إصلاح التعليم إيمانا بأن إصلاح المجتمع ينطلق من المدرسة فمدرسة اليوم هي التي نطمح في تكوين مجتمع الغد لأنها هي المنطلق هي المبتدأ بالنسبة للمشاكل الكيين كيين مشاكل الأمراض المهنية هناك عديد من الأمراض المهنية التي لا تعترف بها الإدارة مع أنها أمراض مرتبطة بالمهنة كذلك هناك الحماية القانونية للأساتذة وللمدرسة وهذا الجزء نقوم به دور الأساتذة الذي نقوم به في الدفاع عن الأساتذة هناك مشاكل الاكتضاد الاكتضاد هناك كذلك مشاكل المناهج والبرامج فتكوين مواطن عقلاني مواطن يؤمن بالعلم والمعرفة وهذا يحتاج إلى مناهج صالحة ترجمة نانسي قنقر